السلام عليكم. ان شاء الله اليوم هنشرح التشابتر الثاني من مادة السكند اللي هو التشابتر ناين اللي هو الانفنتوري كاستنج تمام اللي هي طرق تقييم البضعة اللي عندي او مخزون اللي عندي هما ثلاث طرق رئيسية او ثلاث او ثلاث طرق اول اشي في عنا الاريابل كاستنج طريقة التقييم بناء على الاريابل تكاليف المتغيرة والابسوربشن كاستنج والثروبوت كاستنج تمام اول اشي الاريابل كاستنج هي بتكون كل الاريابل بتعمل اكسكلود للفكست كاست تمام الابسوربشن كاستنج بتدخل الفكست كاست يعني هون ما بيكون عندي فكست كاست هون بيكون عندي فكست كاست بالاريابل دايرت ماتيرل دايرت لابر وفاريابل ام او اتش اما بالابسوربشن بندخل الفكست كاست فبتكون كل المانيفاكتورين كاست سواء كانت تمام الطريقة الثالثة اللي هي بس مندخل يعني ما بدي احسب تكلفة الانفنتوري بس بتكون معي بدخل بحسابة تمام احنا بهذا الشابتر يعني حنعمل ونشوف كيف تأثر الطرق يعني استخدام لطريقة من الطرق كيف هيأثروا على النيت انكم تمام اول طريقة عندنا الارياب الكوستان هسا الارياب الكوستنج بحكيه is the method of inventory costing in which all variable manufacturing cost كل الارياب الانفاكتورين كوست سواء كانت داريكت ولها الانفاكتوريا بالكوستينج يعني كل كنة الارياب الكوستنج سواء كانت داييروكت ولا انديركت مندخلها بحساب الانفاكتوريا بالكوستنج تمام يعني بيدخل ال الاريانفاكتوريا بالكوستنج تمام يعني بيدخل الارياب الالاء منعمل الاكس كلود للفكست كوست تمام؟ها المى اعطبالها حسنا الفكست كوست يعني منعتبرهاocost فمنسجلها بنح سجلها نح пров Bayern مباشرة تمام يعني بس بالفريابل كوستينج هو اصلا سموها فريابل لانه بتعمل لفكس كوست فكل الفريابل بيدخلوا معنا لما بدنا نحسب تكلفة الانفنتوري الفكس كوست نعملها اكس كولود تمام هون يعني بنربطها بنحسل يعني بنسجلها اكس بانس بالفترة اللي بتحصل فيها تمام هسا الفريابل كوستينج سميناها فريابل لانه بس مندخل الفريابل وإلها اسم ثاني بسموها تمام هل الطريقة الثانية اللي هي حكينا انه بتدخل كل المانيفاكتورينج كوست دخل الفريابل وبتدخل الفكس يعني حيدخل الديكس ماتيريال والديكت لابر والفريابل ام او ات والفكس ام او ات كل المانيفاكتورينج كوست اش تعريفة هي is a method of تمام هسا احنا بدنا نعمل ونشوف الفرق اذا استخدم انه الفرق على طريقة او اذا استخدمنا لما نعمل لما نقيم المخزون تمام اول ايشي حنعمل ال income statement لسنة واحدة ونشوف الفرق وبعدين حنعملها لسنتين تمام يعني نشوف نعمل لسنة واحدة ونشوف الفرق بين الطريقتين وحنعمل النفس لسنتين على الطريقتين ونشوف يعني الطريقة نفسها من سنة لسنة ايش بتختلف تمام هستكونا بدنا نعمل هتكون كل القيم اللي بدي اسجلها قيم اكتوال. تمام? كل القيم بالانكم استيتمانت قيم اكتوال ما فيش اشي بجت او فليكسبل. فام? الا جهة واحدة او اشي واحد بالقائمة بيكون فيو شوية بجت اللي هي لما نحسب شو اسمه? هي القيمة الوحيدة اللي ما بتكون اكتوال اللي بيدخل يعني فيها بجت اللي هي الفكس ام او اشخي بنحسبها. اللي هي على البجت يونت. تمام? اما الباقي كله بيكون قيم اكتوال. تمام? هسا مثال الكتاب بصفحة ثلاثمية واحدة ثلاثين. معطينا كوستينج. لا هو معطينا الكوست وطالب نحسب الانفنتوريا بالكوست على طريقة وطريقة تمام? هسا اول اشي حكينا بطريقة الاريابل كوستينج. اه الاريابل. هاي فارف. حكينا بالاريابل بس بيكون عنا داركت ماتيريال وتكلفة الاريابل والاريابل الام او اتش. الفيكست ما مندخلها. تمام? معطينا هو التكاليب داريونات داركت ماتيريال مية وعشرة داركت لابر اربعين والاريابل الام او اتش خمسين. هاي مية وعشرة اربعين وخمسين. فبيطلع التوتل الميتين. تمام? هاي التوتل. تمام? هاي الاولى. الشغل الثاني اللي هيدا بدنا نحسبها على الابسوربشن كوستينج. حكينا بيدخل كل الاريابل كوستينج موضيف لها موضيف لها الفيكست كوست. فحيكون عندي التوتل او حيكون عندي الاريكت ماتيريال والاريكت لابر والفريابل ام او اتش. هذول اللي هما الاريابل كوستينج بضيف لهم الفيكست ام او اتش. تمام? فعندي ميتين زائد الفيكست كان معطيني ايها. هس الفيكست هو بتكون الرقم كامل. فانا بدي احسبها باريونت. فاشبح كالاكتشوال فيكست كوست اللي هي عشر الاف وثمانين اللي هي مليون وثمانين الف. بقسمها على البجت يونت. تمام? اللي هما ثمن الاف وحدة. فبيطلع مية وخمسة تلاتين. مية وثلاتين خمسة تلاتين زائد الميتين. هاي ميتين زائد مية وثلاتين. هاي خمسة باريونت. هاي الابسوبشن كوست. تمام? هون حكينا الراقم الوحيد اللي بيكون اله هو لما بدنا نحسب الفيكس الفيكس كوست باريونت. بقسم الاكتشوال فيكست كوست على البجت يونت. تمام? هسلاش احنا بناخد قيمة البجت مش قيمة الاكتشوال لما بدنا نحسب الفيكست اما هاتش باريونت. هسه الانه الجواب حتى اقدر احكم على الاداء. تمام? لما تكون القيمة budget يعني بكون اشي متوقعه فبقدر اقيمي الادا اما لما تقيمي الاكتوال تكون قيمي اكتوال يعني تمام حكينا انه هون وباقي الانكمستيتمنت حتكون اكتوال ام اكتوال امامت اه فهزا المطلوب بننعمل الانكمستيتمنت لسنة الفين وسبعة عشر مرة عطريقة ومره على طريقة الابسورشن كوستنج هسا هنعمل الانكمستيتمنت هي الريفينيو ناقص بالفريابل كوستنج بيعطيني الكنتروبيوشن مارجن بترح منها الفيكس كوست بيعطيني الانت او الوبريتم انكم تمام هسا الريفينيو ايش الريفينيو لهم اليونت سولد مضربة بالسي لينك برايس الريابل كوستنج على طريقة احنا هو الريابل طريقة الرياب الكوستنج الريابل كوستنج هتكون الـ variable cost of good sold وحتكون الـ variable non-manufacturing cost تمام الـ variable cost of good sold كيف منحسبها إلا هي الـ beginning inventory زائد الـ variable manufacturing cost بعطيني الـ available بطرح منها الـ ending inventory بعطيني الـ variable cost of good sold تمام بجمع لها الـ variable non-manufacturing cost تمام الـ revenue نقص الـ variable costing بعطيني الـ contribution margin بطرح منها الـ fixed cost الـ fixed cost كمان النوعين لهم الـ fixed m-o-h والـ fixed non-manufacturing تمام الـ contribution نقص الـ fixed بعطيني الـ operating income تمام هلا حنحسبها فأول إشي هنعمل الـ income statement عطريقة الـ variable costing هسا الـ variable costing كانت per unit 200 تمام فهسا منصير الـ per unit نضربها يعني الـ variable costing per unit بضربها بالـ بالإشي اللي بدي أحسب له إياها يعني الـ unit sold أو الـ unit product تمام هنعمل الـ income statement عادية فهون عطريقة الـ variable 2017 هنبلش بالـ revenue الـ revenue حكينا اللي هي الـ unit sold مضروبة بالـ selling price احنا بالمثال كان معطيني انه الـ unit sold كانت ستقالة والـ selling price هي ألف فبيطلع كم ستة مليون تمام الـ revenue بدي أطرح منها الـ variable costing الـ variable costing حكينا بالـ نحسبها على خطويتين أول إشي حنحسب الـ variable cost of good sold سميناها variable cost of good sold لأنه إحنا بنشتغل على طريقة الـ variable تمام وكل اللي فيها variable الـ variable cost of good sold بنا نجمع لها اللي هي الـ variable non-manufacturing تمام هسا الـ variable cost of good sold كيف حنحسبها اللي هي الـ beginning inventory زائد الـ variable m-o-h بعطيني الـ available بطرح منها الـ ending بعطيني الـ variable cost of good sold الـ beginning inventory بالسؤال بحكيلي إنه ما فيش beginning inventory فصفر الـ variable manufacturing cost كيف بحسبها اللي هي الـ variable cost fair unit فإحنا عطريقة الـ variable costing فكي طلعت معنا 200 بضروبها بالـ unit product فعليا أنا كم وحدة أو كم unit أنتجت فكان عندي الـ product 8000 مضرب الميتين فبتطلع مليون وستمائة ألف تمام هسا ما بنأخذ الـ unit sold زي ما عملنا بالـ revenue بنأخذ الـ product ليه؟ revenue على الـ unit sold يعني أنا الإرادات من فعليا الأشياء اللي بعتها فبحسبها على الأشياء اللي بعتها ما بهمني كم ضل عندي بالمخزن أما لو بدي أحسب الـ variable M-O-H أنا بأخذ مش الـ sold بأخذ الـ production لأنه أنا فعليا تكلفت مصاريف عكل اللي أنتجتهم مش بس اللي بعتهم عشان هيك هون بأخذ الـ sold وهون بأخذ الـ production تمام الـ beginning زائد الـ variable بعطيني الـ available تمام؟ الـ available بطرح منه الـ ending inventory الـ ending inventory نفس الإشياء ببحث بها الـ variable cost per unit لهم الميتين مضروبات بالـ ending inventory تمام؟ ميتين ضرب ending inventory الفين فبيطلع أربع آلاف أو أربعمائة ألف تمام؟ الـ available ناقص الـ ending بعطيني الـ variable cost of good sold تمام؟ وين حكت بها؟ فبتطلع مليون وميتين ألف هسا المليون وميتين ألف اللي هي الـ variable cost of good sold بدي أجمع لها الـ variable non non manufacturing تمام؟ هسا هو الـ variable non manufacturing بالمثال هو بس نوع واحد كانت الماركتينج cost تمام؟ كيف بحسبها؟ بأخذ الماركتينج cost per unit بضربها بالـ unit sold تمام؟ فالـ non manufacturing حتكون الماركتينج cost per unit كان معطني إياها بالمثال مضروبة بالـ unit sold الـ unit sold ست آلاف وحدة ست آلاف مضروب بالـ marketing مية وثمانية وخمسين per unit فبتطلع مليون ومية وعشر آلاف هسا لما بدنا نحسب الـ variable non manufacturing كمان أخذنا الـ sold ليش ما أخذنا الـ production زي فوق؟ هسا الـ variable non manufacturing cost اللي هي يعني الـ non manufacturing الأشياء مش المباشرة أو الأشياء مش الـ direct فكانت من مثل الماركتينج ليه أخذنا الـ sold لأنه أنا فعلياً التكاليف اللي دفعتها على التسويق كانت بس على الـ sold يعني أنا الأشياء اللي كلفتها عشان أعمل التسويق أو الأشياء اللي بعتها هي كانت من الـ يعني دفع يعني كان الماركتينج سبب فيها يعني اللي ما نباعوا بيكونوا ما استفادوا من عملية التسويق تمام؟ أو ممكن تكون عملية الشحن فإنه أنا دفعت مصاريف على الأشياء اللي وصلتها أو الأشياء اللي وصلتها يعني للناس اللي بعتهم إياها مش كل اللي عندي في المخازن تمام؟ فانتبهوا متى من أخذ الـ unit sold ومتال الـ production هسا الـ variable cost of good sold زائد الـ variable manufacturing cost الـ variable non manufacturing cost بعطيني التـ total variable cost تمام؟ هاي التـ total variable costing اللي هي 1200 مليون وميتين ومليون ومية وعشرة فبتطلع مليونين وثلاثمية وعشرة الـ revenue ناقص الـ total variable costing بعطيني الـ contribution margin 6 على 6 مليون وناقص ميتين وثلاثمية وعشرة بتطلع 3 مليون وستمية وتسعين ألف هسا الـ contribution margin بدي أطرح منها الـ fixed cost النوعين الـ fixed cost الـ manufacturing والـ non manufacturing تمام؟ هسا الـ fixed cost بيكون معطينيها total مباشرة الـ fixed cost كانت اللي هي مليون وثمانين ألف تمام؟ والـ fixed non manufacturing كانت مليون وثلاثمية وثلاثم ألف تمام؟ إذا ما كان إذا كبدي أحسب الـ fixed cost per unit إحنا حسبناها بنحكي الـ fixed cost per unit لما قسمنا total fixed cost على budget unit بضربها بالـ production unit تمام؟ فكانت الـ fixed manufacturing cost كانت total مليون وثمانين ألف والـ none اللي هي كانت الماركيتنج اللي هي مليون وثلاثمية وثمانين ألف فهسا مجموعة total fixed cost بيطلع مليونين واربعمية وستين ألف تمام؟ بس الـ contribution margin بترحها من total fixed cost بعطيني الـ operating income 3690 والـ total fixed cost فبتطلع مليون وميتين وثلاثين ألف تمام؟ هسا إذا بيسألنا مثلاً على القائمة ممكن يسألني إيش هما إحسب لي أو كم قيمة المانيفاكتورين كوست على طريقة الـ variable إذا طلب مني المانيفاكتورين كوست على طريقة الـ variable costing هما شغلتين الـ variable cost of good sold بجمع لها الـ fixed M-O-H هسا الـ variable cost of good sold كم طلعت معي؟ هاي هالـ variable cost of good sold مليون وميتين ألف بجمع لها الـ fixed M-O-H هاي الـ fixed M-O-H الـ fixed أو ممكن يسألك أرقامي يعني مش كل القائمة مثلاً يسألك كم قيمة الـ variable costing على طريقة الـ variable cost كم قيمة الـ variable cost of good sold على طريقة الـ variable أو يسألك مثلاً كم قيمة الـ fixed cost على هاي الطريقة فإنه بالأول بدك تكون حاسب الـ variable costing per unit وبتضربها بالـ مثلاً إذا كنا على طريقة الـ إذا طلب مننا الـ variable cost of good sold بنضربها بالـ unit product أما إذا طلب الـ variable none مثلاً بضربها بالـ unit sold فبدنا ننتبه متى نضرب بالـ unit يعني هما الـ variable costing مرة بنضربها بالـ unit sold ومرة بالـ production بدي أعرف متى بالـ production ومتى بالـ unit sold وبعدها الأمور سهلة يعني income statement عادية تمام؟ هاي طريقة الـ variable costing نفس السؤال بدنا نحسبه على طريقة الـ absorption ونشوف إيش الفرق بين الـ بين الطريقتين تمام؟ هسه طريقة الـ absorption costing لما حسبناها هي كانت الـ variable زائد الفيكس اللي هي مية وخمس ثلاثين فكانت خمسة ثلاث ثلاثة تمام؟ فهسه نفس الإشي حنعمل الـ income statement عهاي الطريقة ونشوف إيش الفرق بالـ operating income مع الطريقتين وإيش الأشياء اللي مختلفة بين الطريقتين تمام؟ فأول إشي منبلش بالـ revenue revenue نفس الإشي اللي هي الـ unit sold مضروبة بالـ selling price وكمان برجع بحكي أنه القيم بتكون actual أنا بدي أعمل income statement بقيم فعلية تمام؟ فإذا كان معطينا معطيات إشي budget ما بنستخدمه بس لما بدنا نحسب الـ fixed cost على طريقة الـ variable تمام؟ فالـ revenue نفس الإشي حتكون على طريقة الـ absorption لما إنه ستة آلاف في يونت ضربناهم ألف سلينك برايس فاق ستة مليون الـ revenue هسه إيش منا نطرح منها؟ الـ cost of good sold هسه على طريقة الـ variable ايش كنا نسمينها؟ كنا نسمينها variable cost of good sold لا لأنه بس بتكون فيها قيم الـ variable أما طريقة الـ absorption بناخذ cost of good sold كاملة اللي بتتضمن الـ all manufacturing cost بتتضمن الـ fixed وبتتضمن الـ variable ماشي؟ أما على طريقة الـ variable كنا بس ناخذ الـ variable cost of good sold فكيف كنا نحسب الـ cost of good sold؟ منبلش الـ beginning inventory زائد حنوخذ نجمع لها الـ all manufacturing cost زائد يعني الـ manufacturing cost اللي هما النوعين الـ variable manufacturing cost والـ fixed manufacturing cost بعطيني الـ available الـ available بطرح منها الـ ending بعطيني الـ cost of good sold تمام؟ حسا لما بدنا نحسب الـ manufacturing cost إما بأخذ الـ absorption cost ثلاثة ثلاثة خمسة بضربها بالـ manufacturing cost اللي هما الـ manufacturing اللي هما الـ manufacturing بضربها بالـ unit product produce تمام؟ مرة واحدة أو إنه بحسب للـ variable لحال وبجمع لها الـ fixed تمام؟ هسا الـ variable manufacturing إذا بدنا نحسبها هاي على الطريقة إنه مرة واحدة نحسب الثنتين إذا بدي أحسبها الـ variable لحال والـ fixed لحال الـ variable manufacturing cost كانت ميتين تمام؟ بضربها بالـ unit produce اللي هما كانوا ثمن آلاف تمام؟ برجع بجمع لها الـ fixed manufacturing cost كان معتني إياها إنها مليون وثمانين ألف تمام؟ هالـ beginning inventory بجمع لها الـ manufacturing cost بتطلع الـ available قيمتها مليونين وستمية وثمانين ألف بطرح منها قيمة الـ ending inventory هل قيمة الـ ending inventory ع طريقة الـ absorption فبأخذ قيمة الـ absorption cost per unit تمام؟ بضربها بالـ ending inventory إلا هما كانوا الـ ending inventory الـ ending inventory 2000 تمام؟ ثلاثمية وخمسة وثلاثين ضرب الـ 2000 بتطلع ستمية وسبعين ألف تمام؟ الـ available بالنقص الـ ending بعطيني الـ cost of good sold هلا الـ revenue نقص الـ cost of good sold بعطيني الـ contribution بعطيني الـ gross margin مش الـ contribution margin هسا الـ contribution margin لما ما يكون فيه عندي fixed cost بنسميها contribution margin إذا دخلت الـ fixed بنصير gross margin تمام؟ هما نفس الإشي بس إنه الأسماء بتختلف فـ 6 مليون ناقص مليون نمويتين وعشرة لـ gross margin 300 ثلاثة مليون وتسعمية وتسعين ألف هسا الـ gross margin بدي أطرح منها non-manufacturing non-manufacturing النوعين الـ variable والـ fixed تمام؟ non-manufacturing cost هنأخذ الـ variable وحنأخذ الـ fixed الـ variable كانت مليون ومية وعشرة والـ fixed كانت مليون ثلاثمية وتلاثين الـ fixed كان معتني إياها total جاهزة الـ variable كيف حسبناها؟ الـ variable كانت جاية من الماركتينج نفس الإشي هون جاية كانت من الماركتينج cost فالـ marketing cost per unit بضربها بليون تسعين تمام؟ بجمع non-manufacturing بطرحه من gross margin بعطيني الـ operating income فهون total non-manufacturing بتطلع مليونين أربعمية وتسعين ألف لهم variable و fixed الـ variable كيف حسبتها؟ إلا هي الماركتينج مضروبة بالـ unit sold حكينا ليش أنه على الـ unit sold فكانت مية وثمانية وخمسةين ضرب شست آلاف فبتطلع مليون ومية وعشرة بجمع لها الثكس نون مليون ثلاثمية وثلاثين بعتني total non-manufacturing بترحه من gross margin بترحه من النون يعطي الـ operating income فـ operating income بيطلع مليون وخمسمائة ألف تمام؟ عسا إحنا عطريقة الـ variable طلع معنا الـ net income مليون وميتان وثلاثين طريقة الـ absorption مليون وخمسمية مليون وميتان وثلاثين ألف وهون كانت مليون وخمسمائة ألف طريقة الـ absorption أعطتني net income أعلى من طريقة الـ variable تمام؟ طيب هسا إذا حكالي أحسبي الـ manufacturing cost على طريقة الـ absorption تمام؟ إحنا لما حسبناها الـ manufacturing cost على طريقة الـ variable حكينا مناخذ الـ variable cost of good sold بنجمع لها على طريقة الـ absorption بس مناخذ just الـ cost of good sold بس قيمة الـ cost of good sold فعطريقة الـ absorption فبتكون بس الميتان وعشرة المليونين وعشرة تمام؟ بس بأخذ just cost of good sold أما على طريقة الـ available بأخذ الشغلتين بأخذ الـ variable الـ variable cost of good sold هاي الـ variable cost of good sold بجمع لها الـ variable cost of good sold بجمع لها الـ fixed amount تمام؟ هسا هون لما حسبنا او شوي هسا على طريقة الـ absorption بيكون اسمها الـ variable cost of good sold على طريقة الـ عطريقة الـ variable عفوان عطريقة الـ absorption بتكون cost of good sold يعني هما الأسماء بيختلفوا حسب الطريقة أما طريقة الحل نفسها تمام؟ وهون لما كنا نطلع لما الـ revenue نقص الـ variable cost of good sold كان يعطني contribution margin حكينا ليه contribution margin لأنه ما بنكون نضمنين الـ fixed أما على طريقة الـ absorption بيكون اسمها الـ gross margin لأنه بتكون كل الـ cost فيها تمام؟ وحكينا ما بدنا نحسب الـ manufacturing cost على طريقة الـ variable اللي هي الـ variable cost of good sold زائد الـ fixed أما على طريقة الـ absorption just cost of good sold تمام؟ هون لما حسبنا الـ cost of good sold available إيش حكينا؟ حكينا إما بناخذ الـ manufacturing cost مرة وحدة أو أنه بقسمهم لقسمين أنه الـ fixed لحال والـ variable لحال إذا بدي أخذهم مرة وحدة الـ variable cost كانت 200 والـ fixed كانت 135 فمجموحهم 335 اللي هي هاي الـ absorption الـ absorption cost مرة وحدة بضرب الـ absorption cost بقيمة الـ manufacturing cost هسا الـ manufacturing cost الـ manufacturing cost الـ manufacturing cost الـ manufacturing cost اللي هما الـ unit to produce بضربهم بالـ absorption cost فمباشرة 8000 بالـ 335 بجمع لها الـ beginning بعطيني الـ available بطرح منها الـ ending نفس الإشي اللي هما الـ absorption مضربين بالـ ending أو إنه بحسب الـ variable لحال والـ fixed لحال الـ variable كانت 200 بضربها بالـ produce 8000 بجمع لها الـ fixed الـ fixed كانوا 135 30 بضربهم بالـ produce بعطيني الـ fixed بجمعهم مع بعض بعطيني total variable total absorption cost تمام بطرح منهم الـ ending نفس ما حسبنا هون الـ ending يعني إما بنعملها مرة واحدة إنه كل ياتهم 335 absorption مرة واحدة بالـ produce وبطرحهم مرة واحدة من الـ ending أو إنه بحسب الـ variable لحال والـ fixed لحال تمام هسا إن لما حسبنا على طريقة الـ absorption طلع معي الـ operating income أعلى من طريقة الـ variable cost تمام هسا دايما بالسنة الأولى أو أول سنة بشتغل عليها بتكون طريقة الـ absorption cost بتعطيني operating income أعلى بالسنة الأولى تمام بالسنوات الثانية بصير العكس بصير الـ variable cost يعطيني أعلى فإحنا بالسنة الأولى السنة الأولى الـ absorption بتعطيني higher operating income من الـ available من الـ variable تمام بالسنة الثانية السنة الثالثة السنوات الجاي اللاحقة بصير العكس بصير الـ variable cost هي اللي تعطيني الـ operating income الأعلى تمام طيب إحنا بالسنة 2017 طب ما هما نفس الأشياء اللي بعتها ونفس الأشياء اللي أنتجتها لاش بيطلع عند الـ operating income عطريقة الـ absorption أعلى إنه إيش الفارق بين الطريقتين هلا إحنا حكينا بالـ absorption cost مندخل الكل فمندخل الـ fixed cost تمام؟ هسا الفارق بينها تمثلتين أجل من الـ fixed cost فأي وحدة ما رح تنبع رح تعملي فارق بالـ operating income بمقدار الـ fixed cost تمام؟ هسا إحنا كم كان عندنا ending inventory؟ 2000 وحدة والـ fixed cost كانت تكلفتها 135 وحدة تمام؟ أضرب الـ ending بالـ fixed cost per unit بيعطيني 270 ألف هسا إذا طرحنا المليون وخمسمائة ألف من المليون وميتين وثلاثين ألف بيطلع الجواب مليون ميتين وسبعين ألف هاي الميتين وسبعين ألف الفرق بين الطريقتين كيف أجا؟ حكينا بتيجي من الـ ending inventory الفرق بيناتهم من الـ ending inventory بتكلفت كل وحدة من الـ fixed cost هلا الـ fixed cost كانت 135 مضروبة بـ 2000 وحدة ending inventory بيطلع الجواب ميتين وسبعين ألف تمام؟ يعني الفرق بين الصريقتين جاي من الـ ending من الـ جاي من الوحدات اللي ما رح تنباع اللي هي من الـ ending inventory بتكلفت الـ fixed cost اللي مش داخله يعني الـ fixed cost ما كانت بالـ variable بس كانت بالـ absorption فإنه الفرق بيناتهم بيكون الفرق بيناتهم بيكون سببه fixed cost فأي وحدة ما رح تنباع رح تعملي فرق بالـ operating income بمقدار الـ fixed cost عشان هيك ضربنا الـ ending بالـ fixed cost بيطلع معي الفرق بين الطريقتين تمام؟ حسا مثلا إذا سألني سؤال إنه هل بكل الحالات تكلفة الـ inventory الـ inventory بالـ costing على طريقة الـ variable لا تساوي طريقة الـ absorption إنه صح ولا لا وليش؟ حسا كل الحالات هون بيكونوا مش متساويين صح ولا لا؟ الجواب لا ليه؟ لأنه الفرق حكينا جاي من الـ ending inventory لما ما يكون عندي ending inventory ما بيكون فرق بيناتهم تمام؟ على فرض إنه ما كان عندي ending inventory فإذا ما عندي ending inventory بيكون الـ operating income مع الطريقتين متساوي لأنه أصلا الفرق جاي منهم تمام؟ هون بالكتاب موضح لنا إنه كيف إنه إذا ما في ending inventory بيكون الـ operating متساوي تمام؟ فهون حكي لي إنه الـ unit sold كنية 6000 والـ ending 2000 طب أنا كم فعليا عمل الـ produce كم منتج الـ sold زائد الـ ending اللي هم الـ produce 8000 unit تمام؟ حكي على طريقة الـ variable سواء كان عندي ending ولا ما عندي كلاياتهم بدخلهم الـ fixed manufacturing cost كلاياتهم بحسبهم expense فبيكون المليون وثمانين ألف كاملين سواء يعني كلهم بيعتهم سواء كان عندي ending inventory أو ما كان عندي هون كلهم الثمان آلاف الـ produce كلهم sold فما في ending فكل نفس الإشي فكل fixed manufacturing cost كل نفسها بأخذها للمبلغ كامل أما على طريقة الـ absorption بس إنه بدخل اللي فعليا أنا يعني بق إنه الـ expense بش الـ inventory بخليها تمام؟ فعلى طريقة الـ absorption كم كان عندي ending 2000 بضربها بالـ fixed cost اللي هي 135 تمام؟ بيطلع معي ميتين وسبعين ألف تمام؟ فهسة كل الـ fixed manufacturing cost الـ fixed manufacturing cost مليون وثمانين بطرحها من اللي بدي أدخلهم على طريقة الـ absorption لهم الـ 170 فبيطلع كم expense لهاي الفترة أو الهدول اللي بعتهم 810 تمام؟ طب إذا إنه كان عندي ending ألف فألف بـ 135 مية وخمشة ثمانين ألف مية وخمشة ثلاثين ألف بطرحها من المية وثمانية بيطلع 945 تمام؟ طيب إذا ما كان عندي ending inventory يعني كل produce sold هون ما فيه ending وهون ما فيه ending بيكون نفس الـ expense أو نفس القيمة فلما ما يكون عندي ending inventory بيطلع الجواب نفسه يعني إنه هذا الجدول إنه أشهل عشان يحكي لنا إنه إذا ما كان عندي ending inventory بتكون الـ variable لما كان عندي ending inventory بتكون تكلفة الـ inventory نفسها لأن الفرق حكي أنا بيجي من الـ absorption والـ variable بيجي من قيمة الـ ending inventory لما أحملها على fixed manufacturing تمام؟ إن شاء الله تكون وضحت يعني أو وصلتها صح ويعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر